أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تحديد مرتكب واقعة بث العبارات المسيئة التي تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بلجيزة وأضافت الداخلية أن مرتكب الواقعة فني شاشات إلكترونية اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة